قال الله العظيم في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا آمان لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا صلاة وبشر المؤمنين آمننا بالله صدق الله العلي العظيم تتنور طلوب والبصائر والأبصار بل الدنيا كل الدنيا بنور ذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا آمان قومكما بمصر بيوتا في المقدمة لطرحنا هذا السؤال الفكري الفطري الأصيل الذي يمر على ذهن كل إنسان منذ أن يعي نفسه لماذا وجدت في هذا العالم؟ ما هي رغاية من وجودي في عالم الوجود؟ طبعاً الجواب على مثل هذا السؤال الجوهري والمحوني والمركزي والأساس يتوقف على مجموعة مبالم ومجموعة أسس الأساس الأول الجزم والقطع واليقين بوجود خالق الخلق هذا الوجود وقانون العلمية المرتكز في جميع العقول يثبت ذلك أن هذا الكون هذه الحركة الإيجادية ورامها خالق طبعاً أدل على وجود الخالق متعددة أهم دليل القطع بعدم أزلية هذا الكون حتى علماء المادة الآن علماء الفيزياء علماء الفيزياء الكوني يثبتون أن الكون ليس أزلية أزلية المادة نظلية باطلة قطعاً بعض المادين حاول أن يتهرب من فكرة جل خالق فقال بأزلية المادة يعني المادة موجودة منذ الأزل لم يسبقها عدم وهذا واضح البطلان ليش؟ لأمرين أساسيين الأمر الأول لأن المادة مركبة كل مادة على نحو الإطلاق مركبة ما يوجد لم يعثر حتى الآن العلم الحديث المتطور بكل أجهزته المتطورة والمتقنة لم يعثر ولم يعصل ولم يقف على مادة بسيطة بالبساطة الحقيقية ما يوجد أصغر شيء وصل إليه الإنسان فيما يرتبط به عالم المادة والذرة ربما أنك وار مثلاً هذا آخر شيء زي وهو يضم مركب فالسؤال الذي يطرح نفسه من الذي ركب المادة؟ إذا كانت المادة مركبة تعرف اللغة العربية مركبة على وزن مفعل يعني اسم مفعول فمن الذي يركب المادة؟ والحال أن هذه أجزة غير عاقلة وإن كانت تمتلك خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية زي لأنها غير عاقلة الآن شاعرة فما أدرى الأكسجين أنه إذا اتحد مع الحيوموجيس وفي مكون الماء دليل آخر على عدم أزلية المادة أن المادة مسبوقة ولو بالصدق الرتبي نحيز بالمكان كل مادة تحتاج إلى حيز إلى مكان والمكان ليس كما كان يتوقع الأقدمون أنه فراغ المكان وجود هذا المكان شيء أو لا شيء عدم له وجود هذا الآن إن قلت أنه عدم كيف يحل الوجود في العدم زي فالمكان وجود شيء فمن الذي مكن المكان للمادة المادة تحتاج إلى مكان هذا ما يعبر عن مسئل الموحدين سلام الله عليه هو الذي أين لأين فلا أين الأساس الثاني أن تقطع بأن الخالق إنما خلق الخلق لغاية في علم المعرفة وفي علم الفلسفة يقوم أن كل شيء حتى يتحقق في عالم الوجود يحتاج إلى أربع علم تسمى بالعلن الأربع كل شيء يعاني هذا طبعا عدد خالق سبحانه وتعالى عدوات جبن الوجود سبحانه وتعالى العلّة الأولى تسمى بالعلّة المادية كل شيء في عالم الوجود مادي أو من لواحق المادة العلّة الثانية تسمى طبعا حتى الروح حتى الروح مادة نعم هي بالنسبة إلى الجسم الكثيف تعتبر مجرد ولكنها ليست مجردة من نحو الأطلاق وإنما مجرد من نحو النسبي أن الروح في التحقيق الفلسفي والمعرفي مأخذ بروايات أهل بن سنة الله عليهم أن الروح مادة خفيفة أو لطيفة أولبسة مادة كثيفة روح محدودة ومحدودية هي ذلك على أنها ماذا؟ أنها مخلوقة من شيء وهذا الشيء لا بد أن يكون مادة؟ مادة الشيء الوحيد المجرد عن نحو الأطلاق التجرر الحقيقي هو لله عز وجل نتصور أن الله مجرد روحي مجردة إذن نحن ماذا؟ اشتركنا مع الله عز وجل في صفة التجرر هيسة كمثله؟ حتى في تجرره تجرر الله تجرر مطلق عن المادة أما تجررنا تجرر نسبي تتتهي بطاق العلة الثانية تسمى بالعلة الصورية كل مادة لها شكلها وصورها صورتها وطابعها وظاهرها الخارجي العلة الثانية تسمى بالعلة الفاعلية هناك من خلق المادة وشكلها بصورتها موقع الشاهد العلة الرابعة تسمى بالعلة الغائية أن هذا الخالق الذي خلق المادة وشكلها بصورتها خلقها لماذا؟ لغاية أبعسبتم أنما خلقناكم الله عز وجل في القرآن الكريم يبين حقيقتين حقيقة الأولى عدم العبثية نكي العبث عن مخلوقاته عن خلقه سبحانه وتعال عن أفعاله الأمر الثاني هذا تبيين الغاية زين وهذا ما يسمى بالعلة الغائية المثال الآن المنبر المنبر علته الصورية أو المادية خشب الصورية هذا الشكل الفاعلية نجار الغائية أن يخطبع عليه مثلا أن ينسى نفس الشيء المادة علته المادية الطين التراب الماء علته الصورية هذا الشكل زين صوركم بأحسنا صوركم إلا عند الفاعلية الرحمن خلق المنصر زين إلا عند الغائية من السؤال لماذا خلقنا الله عز وجل ما هي الغائية من الوجود قد تقول الجواب كلاسيكي وبسيط معروف الله خلقنا للعبادة خلقنا للوصول إليه للكمان أقول هذا الجواب جواب صحيح ولكنه ناقص يفتقد إلى حلقة يواصل هي التي تميز مدرسة أهل بيت سلام الله عليه عن باقي المدارس وعن باقي الأديات صحيح الله عز وجل خلقنا لغاية كبرى وهي الوصول إليه وهي الكمان فيه وهي معرفته ولكن هذه لغاية العليا هذه الغاية الغاية النهائية تحتاج لغاية متوسطة ما لم أصل إلى هذه الغاية المتوسطة لن أصل إلى غاية نهائية بعضها الله خلقنا للوصول إليه هذه المحطة النهائية ولكن هناك محطة متوسطة إذا لم أصل إلى هذه المحطة المتوسطة تنقطع السبل فيه إلى الله عز وجل لا أصل إلى الله عز وجل لا وصول معرفيا ولا وصول عباديا ما هي هذه المحطة ما هي هذه النقطة المتوسطة التي إذا اتصلت بها أوصلت إلى الطاعة عز وجل أو تعطي كل مذهب فيه هذه النوزة إما يشبه الله بمخلوقاته أو أنه يدعي أنه لا يمكن معرفة الله عز وجل إن مذهب أهل البيت سلام الله عليهم لا يوجد فيه ماذا لا يوجد فيه قيد علملة قيد شعرة قيد دررة من لوثات الشرك قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوب بنا إنا كنا حاطين لماذا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا لماذا لا يستغفر الله مشكل مباشر نفس هذا المبنى ووجود في دعاء التوسل يا وجيها عند الله ما فعلنا عند الله شنو معنى ذلك معنى ذلك إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل ببعدك العقائدي ببعدك الأخلاقي ببعدك العبادي ببعدك الدعائي لا يمكن أن تصل إلى الله عز وجل إلا من خلال الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك الحبل الشرف الأطول إلا من خلال الأدنى على الله شوف فلسفة الحج الآن فلسفة الحج ما هي الكعبة الحج نفسه لا وأدن في الناس بالحج يأتوه رجالا دقوا يا أين تفتلي شوي زين خلتكون هذه الليل الليلة يعني تؤصل فينا العقيدة اسمعلي إذا وأدن في الناس بالحج يأتوه رجالا الشكل الآية خلتوا العيد وآدن في الناس بالحج يأتونا رجالا لا معقول يأتونا رجالا وآدن في الناس بالحج شنو يأتوها رجالا يعني الكعبة لا عجل شنو يأتوك الضمير عائل على من هو على ذات إبراهيم ماذا تريد أن تقول آية تريد أن تقول آية أن علة الحج هو أن يأتوك أنت المعصوم أولا فيتعشقوا ذاتك ويأخذوا منه ثم أنت توصلهم إلينا وإلا بغير ذلك الحسن ضعي ربي إني أسكنت بذريتي بوان غير لي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليش ليش ليقيموا الصلاة زي بعد الغية النهائية الغية متوسطة فجعل أفئلة من الناس تعوينه يعني أن يقيموا الصلاة لأن الطواف صلاة أنت ما في الرواية له يقيموا الصلاة لأن الحج يعني زي كل مناسك ليقيموا الصلاة بعد إذا أقاموا الصلاة شنو العلم لذلك فجعل أفئلة من الناس تهوي مو إليه إسماعيل ولا إليه مان يعني منه؟ إسماعيل وهاتف إليهم يعني تلك الدرية المختزلة في صلب إسماعيل وهم محمد وعي محمد من هنا ورد عن الإمام الباطر عليه السلام عندما سئل كيف نحج قال ابدأوا بالبيت واختقوا بنا أهل البيت يعني شنو؟ يعني أن علة تشريع الحج هي ودت أهل البيت سلام الله عليهم هي ولاية أهل البيت سلام الله عليهم لأنه أنت تطوف بماذا؟ بالبيت لأنه هو رمز التوحيد فإذا كنت تطوف بالبيت وقلبك غير مؤشر ببوصلة التوحيد على حقيقة التوحيد فما حجيت ولا سعيت ولا قصد الحج أن تحج بالبيت وأنت في قمة التوحيد ولا تسأل قمة التوحيد إلا عن طريق سودة التوحيد وهم أهل البيت سلام الله عليهم من اللاحب معي الإمام الباقر عليه السلام في كثير من الاحتجاجات كان يربط بين الولاية ومن التوحيد لا أبقى كتاب الاحتجاج وقرأ الفصل الخاص بالإمام الباقر عليه السلام سوف تجد في كثير من محاوراته ما كان فقط يركز على الجانب الفقهي كان يركز على ربط الجانب الفقهي بالجانب العقائدي أن هذه السلوف أن هذه العبادات هذه المناسك هذه الشعار هدفها الولاية هدفها الاعتقاد هدفها أن تلتزم بخط من خلق لأجلهم كل الوجود ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا من ملحية ولا أبنية ونحض معي الإمام الباقر عليه السلام لأنه كان يمثل خط التوحيد الحقيقي الذي من لب من لب معانيه عدم الركون إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لأن الركون إلى الظالم عبارة عن لون من ألوان الشور لون من ألوان التبعية لغير الله عز وجل لهذا كان المروانيون والأمويون ينبليقون على الإمام الباقر حاولوا في كثير من أحيان أن ينالوا بإنه لما أشخصه هشام إلى الشام الرواية تقول بأنه شخصيك الإمام الباقر عليه السلام يجب أدو يعني يخرج إليها باستقبال مهين الإمام الباقر تركه عدة أيام على بوابة الشام ومو هذا لأنه الإمام الباقر عليه السلام أنه ترك على بوابة الشام ولكن مجعت له الذاكرة عندما كان أربع سنوات أو ثلاث سنوات عندما أوقف مع عماته وأبيه على بوابة الشام ويقول الإمام سلام الله عليه أوقفونا على بوابة الشام ثلاثة أيام حتى تقشرت وجوه عموتي حتى لما انحنت هند على وجه زينب لم تعرفها لأن الزينب قد تقشرت وجوه من حرارة الشمس السور يقول أوقفونا ثلاثة أيام ثم أدخلونا مربطين بحبل واحد شنون سيدي؟ حبل ممتد من عنق أبي زين العابدين إلى كتف عمتي زينب فإذا عثر طفل أم وقعت امرأتك بابن على وجوهنا كل ينادي ومحمد أبوك السجال شو يدخله سيدي؟ قالوا أدخلوه الشام حافل قدمين مكشوف الراس محلل الأزرار ينادي أقال ذليلا في دماشق كأنني من الزنج عبد الغاب عنه نصير إلى أن قال فيا ليت أمي لم تلني واحد يستغرب يقول الإمام معصوم يقول ليت أمي لم تلني ألم تقول مريم ليتني مت قبل هذا لكن سؤيد أحدهم لماذا قال الإمام والسجال ليت أمي لم تلني؟ قالوا لما نظر إلى ثلاث حالات لم يتحمل تمنى الموج بأبي وأمي الحال الأولى لما نظر إلى ولده الباطر عبر ثلاث سنوات على كتف أمه قد حز الحبل على عدوك نادى ليت أمي لم تلني الحالة الثانية قالوا لما نظر إلى زوجته فاطمة ابنة الإمام الحسين أم الإمام الباطر على ظهر الناق الصورياء في الشام على ظهر الناق محتارة أتمسك طفلها لألا يطع على وجه الأرض أن تستر وجهها بكفيها على الأداء المتفرجة